الحمد لله والسلام عسول الله نحن شفناكم مرة تانية بعد أسابيع أو أكتر من انقطاع عنكم من محاضرة الإسبوعية اليوم أنا بتكلم عن الإلحاد بس أنا عايز أقول حاجة مهمة جداً أن أنا لست بعالم اجتماعي أو لست بشيخ أو فقير لكي يقفتي في هذا الموضوع سبب الكلام في هذا الموضوع أن أنا منذ كم أفضل التقيت مع أحد الأبناء اللي أنا كنت بشتغل معهم من 10 إلى 15 سنة وكان إنسان زكي جداً 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 وبسم الله ما شاء الله يعني لأنه مزكي على أحده ورجع بلده مش حاسقة اسم بلده عشان مجرحوش واشترك في الربيع العربي وبعدها حصل اللي حصل في الربيع العربي وصل لمرحلة كبيرة جداً في البلد قبل الربيع العربي ففي وصل الثورة دي اللي حصلت في بلده بدأت تتراشق الناس بالاتهامات وصدم في بعض القيادات اللي هي الدينية فرجع بلده بدأت ترك الدين تماماً 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 وأنا في تركيا من 6 أشهر قبلت امرأة بردك زوجها نحسابه عند الله شهيد بردك مات أثناء أحد الثورات في أحد البلاد وابنتها الصغيرة بدأت تظهر عليها أعراض هذه الظاهرة فلذلك ما بين الفتاة الصغيرة اللي أمها بتحاول تحنن عليها في البيت كي بس تجعلها أنها تعيش معها والشاب اللي أطبح وسائر ومتمرد على كل شيء من خلال زيارتي في الشهر الماضي أو في يناير كثير جداً من الشباب في تركيا العرب لقيت أن في شيء ماشي بين الشباب وده بيندق عن الإحباب تعالوا نبدأ كلام الإلحاء تعاليك طبعاً أنا لازم أشكر للناس اللي ساعدوني في الموضوع ده لأن الأستاذ اللي موجود عندي هنا محتش أسماء حد خالص اللي هو الأستاذ أحمد الحيت من السودان وأحمد الشيخ من إدلب في سوريا والأستاذ عبد الرحمن النحاس إلى آخره إلى آخره وغيرهم كثير من الناس اللي بعتوا لنا أشياء كثيرة علشان نضعها في هذا السياق تعريف بتاع الإضحاء كثير وعدم أو أسهل تعريف وعدم الاعتقاد أو الإمام بوجود رب أنا مش بقول أني في ربنا خالص أعوذ بالله أنا مش بقول أني أسمعه منه الفكر ده انتشر عقب شرق فكر الحر الفكر الحر الشبكية العلمية ومتنع ما تعرف فكرة الفكرة في الأجهال كلها يعني ببسيط العبارة عدم الإيمان بوجود إله سأكل إله ده لحمتنا سأكل ربنا نحن بنؤمن به أو إله للناس الآخرين ها؟ تاريخه لم يظهر أن الحاد بس أمسه لا مو من زمان من زمان عند العرب كان فيه الحاد وعند الأوروبيين إلى أخير إلى أخير في كل العشور الصابقة كانت فكرة إن كان الخالق فكرة يعني في الماضي عدم وجود الخالق ده كانت مستبعدة لكن بعد كده هو أصبحت موجودة في عنده في بعض الفلاسفة اللي موجودين هنا هو اللي هم بيبصوا على واحد بلوتاك قال جهاني كان كل الناس لا تؤمن بوجود إله حتى لو لم أمنتش بوجود مضم إلى آخر أرستو والدهريين إلى أخير إلى أخير كل دولة تطلعوا نظريات مختلفة في إثبات وجود الإله أو عدم وجود الإله بالتاريخ من هذا الموحدين هم تكسيد الجريمة والصراعات ولا يمثل لديهم أي معنى أو قيمة كل هذه الأشياء موجودة في كتب الدخول لا أريد أن أخبطكم بأخوال اللي هم الفلاسفة الكثيرة اللي ننظروا في هذا الموضوع أنواع الإلحاد في نوعين من الإلحاد في نوع قوي اللي هو بينكر تماماً وجود رب وجود إله خالص وهستعين في هذا بنظريات وعلمية وفلسفية إلى آخر النوع الثاني اللي هو بيشك اللي نسمينا الإلحاد الضعيف أو السلبي وهو يكتفي بعدم قناعته في الأدلة المخدمة من المؤمنين بوجود الإله يعني uh... يعني تكون متفاية تقول له يعني إنما تشعر دولك أعم أنا إليه مختنع بكما يقول实QL الشيخ الفلاني أنا إليه مختنع بكما يقول لحلم الفلاني أنا إليه مختنع بكما يقول الأزليت اللي أناد المشخ folnah للعلان في إله فلازلنك أحد اليك هؤلاء لأن أم يتحرق أي إرض � Fred aba الإله أخرج الكثير grew up في هذه الذهاية اللي هو في بعضهم بيقول تمشي من الأول حاجة أولها أنه يعتلك أبرز المعتقدات عندهم أول واحدة إنكار وجود ربنا سبحانه وتعالى ثانية واحدة إنكار وجود الحياة بعد الموت والحساب والعقاب والجنة والنار ثانية حاجة إنكار كفة المعاجزات اللي ربنا سبحانه وتعالى أيد الله بها الأنبياء وهذه حاجات فضع العقل إيه اللي ما تخرج من إيديه اللي يمشى على البحر إيه اللي كذا 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 ربنا حاجة إنكار كفة مداء المبادئ السامية والأخلاق العليا زي العدالة والنزاهة والجمال حق الاخر يبنا ننظر لداخل موسوعة أو داخل فلسفة الإلحاد هنجد إن في أربع حاجات أولها أو علاها أو أسفلها يعني عدم وجود الإله ثاني نبعث لبعض الموت والحساب الثالثة اللي هي المعاجزات الأنبياء الرابعة المبادئ كلها فعايز يعيش أو عايزة تعيش أو عايزين يعيشوا بدون حدود هذه المعاجزة الظاهرة يعني بعض الناس يقولوا ظاهرة والبعض يقولوا لا طبعا نعم الظاهرة لكنها موجودة وبدأت تتنامى خاصة بعد موجات الإحباط التي وجدت الشباب في المداء العربية الحديثة اتفع على النسبة يعني مفيش أمل فيه إحباط مفيش رؤية فيه إحباط مفيش مستحبل فيه إحباط فيه فساد فيه إحباط فيه بطالة فيه إحباط كل هذه الأشياء جعلت كثير من الشباب عن حول كثير يعني وعلى بعض الشباب يتجهوا إلى النوم انت في strange terseus وعندما قال نعم ربنا نحن نتجه بقول أنه محتاجه ! ولا شيخ فهÖ ! ولا شيخ فان特に ! ولا شيخ فإنمان ! ولا شيخ فى 苹 libya فكل هذه الأشياء لا تحصل سواء كان كورف طبيعية أو طبيعية أو حروب الأخير تجعل بعض الشباب يبدو يهدزوا داخلها وطبعا لدينا هجلة للأوروبا وضوضهم عن الدين الأخير والثقافة للخافة الدين الأخير نحن عملنا دراسة عشان بس نتكلم عنها على الفيسبوك كان من حوالي 3-4 أصابيع حطيت سؤالين كده في الدراسة وقلت فيها ما هي أسباب الإلحاد وإيه حول مقتلح الإلحاد الأسب اللي اشترك فيها 17 واحد فقط 8 منهم نساء يعني 47% من اللي كانوا في الدراسة دي كانوا من الأخوات النساء وفي أخوات مش نساء فيه بعض الزعماء بيور كده راح مطلع علي إيه الأسباب بقى وده اللي كان إيه يجعلنا نقرأ هذه الأسباب ونتماعن فيها أنا قلت لكم أن أنا مش شيخ شرعي ومش عالم مجتمعي لكن دي أرقام جبناها من بعض الأراء اللي جاءت لنا على الصفحة بتاعت أول واحدة أول واحدة أنا معلش الفرد أول الفرد يمثل السبب أول أعلى سبب فيهم هو الفرد نفسه فرد نفسه الفرد نفسه هو اللي بيده يلعب وبييده ما يلحدش نمرة اثنين اللي هو سبتة وعشر في مئة وثمانية ومعاشرة اللي هو محدشر شخص اللي هما الدعاء ومدعي التدائي من الدعاء اللي يبقى أكبر نسبتين عندنا في المقروقة دي اللي هما الفرد والدعاء بتاعت حاجة الإعلام والتواصل الاجتماعي دول كانوا خمسة ودول بيسووا 12 و 12 في المية تاعت حاجة المؤسسات الدينية وفشلها ودول 3 ودول 7 و 13 في المية تاعت حاجة القدوات المجتمعية اللي كانت ناسو تختادي بهم ودول بارتا الثلاثة واللي هما سووا 13 في المية بعد كده الأوضاع الاقتصادية اثنين ودول بيسووا حالي 5 في المية 14 في المية وبعدين التطور والعولمة والإحباط والانكسار والجهد والنظام التعليمية بس اهم الشيء هنا موجودنا عندنا ان هنا نجد ان الدعاء بيؤدوا تخيلوا ان الدعية بيخلي الانسان يلحل نسمي نفسهم دعاء دول او مشايخ او مشايخ السلطة او مشايخ السلطان بيخلي الناس يلحل والفرد حوالي خمسة وخمسين ستة وخمسين في المية من هؤلاء من كل المنظومة دي كلها بتبقى ببداية الفرد والدعاء دعونا ناخد بعض الامثلة اللي بتكلم عن المنظومة دي كلها لكل اسباب دي كلها اول مثل الدعاء والمتلينين لو دو حوالي سبعة عشر في المية نمر واحد ايه بقى يا سيدي بيكرروا الناس في الدين وام الدين وامن بالدين ليه لانهم بيدوا صورة سيئة جدا 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 عن الدين هما نماذق سيئة بعض الدعاء نشي بقول كل الدعاء خلي بالك بعض الدعاء باعد بعض باعد 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 لا تعميمة هنا لتعميمة هنا على اطلق بعض الدعاء نماذق سيئة المتلينين بعضهم فعلا اخلاقهم سيئة تجدهم وراك كاميرا زبالة مذابل انا سمعت من بعض الناس اللي كان بشوف بعض أمام الكاميرا يفعلون أشياء غير عادية أمام الكاميرا يكونوا ملائكة لا يحسون الله ما امره ما يفعلون ما يمره دائما كثير جدا من الدعاة تتطرق للإسلام النظري أو الدين النظري التاريخي أجلدنا وآبأنا وحضرتنا ونهضتنا وبعدين انت عملت ايه بابا وانت عملت ايه ماما ولا شيء هذا الدعاة فنكوش تتطرقوا للإسلام النظري التاريخي اللقائقي المخدر يعني كلمة قالها كارل ماركس الدين أفين الشعوب أيوة بيستفيدوا وكملوا قد نختلف مع ماركس في أشياء كثيرة جدا جدا بس تكملي فعلا لا تجعل الدين يخدر الناس ونيموا لا يتعرضوا للقضاء الأمة على الإطلاق هذه المجموعة من الدعاة يعطونا إسلام أو دين العبادات والبكائيات سنبكي ونبكي نعمل إيه؟ بكينا وعيتنا وتعثرنا وبعدين الناس تنب برق وبعدين الناس تنب الشردة وبعدين الناس مقتصبة أرضية وبعدين النساء مقتصبة وبعدين بكينا اللبس يقعد لك تطلع على كل شيء في اللبس وبعدين اللبس يعني هل المرأة اللي هي مش محجبة مش منحقها لها تتكلم عن الإسلام؟ مش منحقها نتيجة المسجد؟ مش منحقها لها نحترمها؟ هل الرجل اللي معندوش لحية مش لبس لحية أو جلبية ولا إلى آخر؟ فهدي الشكليات هي اللي بتخلي الشباب يعرضوا عن الدين اللباس، اللحية، الخشريات، عدم وجود خطاب ديني مواصم يعني نتكلم عن حيزبون عايش ألف سنة في مكان ما ونحن البلد بدأتنا محروقة منهوبة، مسروقة، مقتصبة لا يوجد حريات، لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد، تتكلم عن إيه؟ هذا الداعية أوالية الداعية أنا أقول خطاب ديني مناسب للواقع المجتمعي ستركب من ناحية المجتمعية، ثقافية، تكنولوجية، لعمر الناس خمسين، ستين في المائة من أي مجتمع عند الوقت في العالم العرمي شباب، 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 هم حاجة عندهم الكرة والمسابقات التي هي منها يربح المليون وأرب عيدول والأغاني والحفلات والأخلاق والأخلاق استخدام الدين وأقحام الدين في مناصرة حكم سيئة حكم غاشم حكم ظالم هذا يجعل الشباب الصغار يبعدوا عن الدين لأن صاحب هذا الدين يعتقدوا أن هذا الفرد أو هذه المرأة أو هذا الرجل هم المنظمين في الدين الحروب استخدام الدين الذي أقامه في مساندة حكم السيئ سبب الحروب وجعل الدين شريك حليف للسياسة والسياسة يعني حينما يدخل الدين يكون حليفة للسياسة هذه المنطامة الكبرى لأن السياسة كل يوم تغيب 24 مرة في كل ثانية و في كل ساعة و في كل دية أو أكثر أو أخر ربط الدين بأسباب الحرب يقول لك عم الحبي حرمه الدين هو الساب و أنت لم يدخل الدين في الحرب كل الحرب يدخل فيها الدين علشان يزودوا اللايكس حينما عملنا من سنة أو سنتين محاضرة اسمها عن اللايكس يقول لك الدين هو النزول عشان لهم مش أخلاق و كذا ربنا جاب لهم زلزال ربنا كذا يعني كل شوية حدقهم الدين فيها كورة الخبعية الحروب الزلازل البراكب فالشباب فقدوا الثقة في مثل هؤلاء الدعاء في مثل هؤلاء الدعاء من مجموع الدعاء كلين تغييب العلماء والدعاء الحقيقين و المهمين مقدار أمة يعني في ناس أصحاب رأيي عندهم استقلالية دول لا ما يتلعوش في التلفزيون دول لا ما يتلعوش في كذا و ممكن أن يسجنوا و يعتقلوا أو يغيبوا أو يعدموا إلى آخر إلى آخر ده بالنسبة لأمثال بتاع الدعاء بالنسبة للفرد من الفرد نفسه بيقع تاريخ خاطئة مش فهم التاريخ بيفسلوا على مذابه اللي هو ده حارة 19% أو 30% الصدمات المتتنة اللي بتيجي المجتمع بتاعه الفراغ اللي عند الشباب يبقى الإنسان ما عندوش حاجة يعملها ما عندوش هدف في الحياة ما عندوش أي شيء يعمله ما عندوش رغبة إنه يلتزم بالأشياء المحددة مش عايز بقى حاجة ديالك تلبس كذا ما تلبسش كذا تصلي السعكام تصحى السعكام تنام السعكام ما تلبسش كذا ما تتكلمش كذا مش عايزين انهم حد يحدد حريتهم بقى الفراغ عدم الرغبة فلتزم بالأشياء المحددة للحريات اهدرس دقة كون الشاب مش واثق ضعيف الإيمان مش واثق في نوع بيقولوه تكرر الأزمات وكارت الحروب لما يلاقي ان بلده فيها عزمات كثيرة جدا وحروب كثيرة جدا فإن بقى ربنا استغفرنا العظيم إلى آخر يبقى الشاب هو سبب اللي تجاهل هذا ردت فعل عني العقل الجمعي ردت فعل عقل الجمعي عن المجتمع لو انا اتصرفت تصرف يعني مثلا انا كنت في لندن امس وشبت شاب انجليزي قبيل حاتت لوج ولبس ندارة وحاتت نكاب على وشه ولبس البرت وابتعدى احمر على اصفر على كذا وجهز محمرة الشاب ذرا افتكرته بنت خلاص لما قرب وبصيت لوشه حلست لنوالك لما قال عن ندارة حرفت لنوالك المجتمع هل ننظر لهذا وتبقى ردة فعل العقل الجمعي ليه يا ابني مش عارف ايه امك ايه ابوك ايه خلتك ايه عمتك ايه رايح فين ولا نعتبر ان هذا الشاب خرج خروجه كيف نحتويه مرة اخرى كيفية الاحتواء وارجع مثل هؤلاء الشباب الى حضيرة الاخلاق وحضيرة الامان الى اخر ردة فعل عقل الجمعي عن صرفات الافراد الشهازة عن مجتمع بطريقة فضلة وغير معتادة اما يكرق الشاب بالتاريخ قلقة خاطئة لما تحصل صدمات صدمات متتالية او لما الناس تصبق امرات خطيرة تقول لي لا يا ربنا ليه انا موت ليه بنتي تموت ليه خالك تموت ليه عمتي تموت ليه رجل يموت ويسيب عشان اطفال ربنا ارحم عنا عبيدي مننا كلنا حين وحد بها وحد ناس ليه نذكر ان الذكر يعني يفضل على الأنثى لا بيخلي كتير جدا من البنات تقل خطوة الورا التداير الشكلي والإنحاد الخالفي بعض الناس بيكون قلبهم ملحد لكن لا يستطيع أن يعلنهم ويجعلوا أقرب للنفاق فإما بيعولوا في مجالس خاصة بيطال اللعبة اللي في قلبهم وفيها أسباب كثيرة جدا ترجع على الفرد أيضا كذلك المجموعة الثلاثة دائما يشوي صورة الدين والدينين أو ينشر الشبهات دائما كثير جدا غالبية الأعلام حاليا ينشر الشبهات فقط وينشر أفكار الغريبة والشازة وإذا كان هناك حد كده هو عمل حاجة قد كده هو ولم يكن يأخذ برمانا يوم الإعلام مهيج الدنيا عليها المؤسسات الدينية أصبحت ضعيفة ومهمشة وأدوارها غير فعالة يهارب مثل هذه المؤسسات الدينية بالحريات والديمقراطيات والناس عايزة تقول رأيها سموا يكرموا انتشار الحرية الدينية الحرية الدينية بلا حدود تحددها أو تقيدها والأمر الأخير بقى هو أسوأ الأمور لو تسيس المؤسسات الدينية وتغييب العلماء الحقيقيين مؤسسات الدينية بقى لها مئة سنة 200 أو 500 سنة لا نجعها بالشارع السياسي تصيبها تصيبها تكون مرجعية لا يجب أن تكون تبعي لأن تأخذوا في الإدار السياسي القدوات في يوم من الأيام ما حدث في الربيع العربي في 2011 كان فيه رموس غير عادية سقطت كان فيه رموس غير عادية اختفت كان فيه رموس غير عادية تبعت نفسها هذا يجعل الإنسان يقوله معقولة شابة وشابة الشت دي أو الراجل ده اللي كان يقولنا كذا وكذا 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 وقال الله قال رسوله قال وقال 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 سنة وثلاثة وثلاثة وخمسة لا يوجد وظيفة وأصبح فيه فراغ والبعدها الفار كذلك ما الحلول يقعد نتكلم كذا ونزعق ونمخمخ ونعمل في المشاكل وأسبابها أول حاجة إذا راوغتني أنا ملحدا فلا تتعامل معي أبدا على أني مريض أخيني تكلم معي كإنسان تكلم معي كبشر تكلم معي كرجل صاحب رأي أو امرأة أو بنت صاحبة رأي تعامل بشكل طبيعي عدم تعامل معهم عن أنهم مرضى التعامل بشكل طبيعي إنساني أخلاقي معهم احتضانهم يعني زي ما ذلك قالت عن الشاب من أنا كلامت عنه والفتاة الصغيرة فالشاب راجع من بلده لبريطانيا فأمه محتضنها وأمه محتضنها وأنا زعلن جدا عليها لأنه أعرفه بيدا والمرأة اللقاء بنتها وزوجها مات في أحداث الربيع العربي بنتها محتضنها البنت وتقول أنا خايفة إن بنتي تمشي وتسبني في يوم من الأيام أحدانهم ورعاة حاجياتهم ورعايتهم وكتمان أسرارهم أو عاة تخرج تقول إن فلان كذا أو فلانا كذا قبلا عشان متجن اللحومش في المجتمع تاني حاجة بالنسبة للمؤسسة الدينية نحدثها ما فيش فيها إمكانيات ما فيش فيها كفاءات كبيرة ما فيش فيها استثمارات ما فيش فيها حرية ما فيش فيها استخلالية نمر أربعة توعيد المجتمعات وخاصة من الشباب بإيه بالجانب الديني الجانب الديني مش جانب كهانوتي مش جانب تقوسي مش جانب عبادية فقط الجانب الديني جانب مجتمعي يحيي أفئدة الناس لكي يستطيعون عن يابن المجتمعات ويحموها طوليف الدين بشكل إيجابي في في المجتمع فيسبح الدين جزء من بناء الحياة داخل المجتمعات يعني نذكر في مواعزنا الأمثلة الجيدة لكيف تحول الدين للقيمة المجتمعية ولمشروع مجتمعي ولبناء مجتمعي ولنهضة مجتمعية ولحضارة مجتمعية ونحوله حاليا ونحوله حاليا هناك مثالين قبل كده واحد اسمه عبدالسطار إيدي باكستان والثاني كان اسمه في مصر مهندس فاكر مهندس اللي كان من تفحن الأشراف فاكر اسم ده أنا حتى أقول لك الناس ضد الإسلام يديهم الحرارة لتكلموا بس سدي الناس تانيين لتكلموا كذلك الدداء يتكلم والدداء يتكلم دمج الشباب في برامج التغيير المجتمع الحقيقية مش حاجات وهمية حاجات فانكوشية حاجات لحظية تلبية احتياجات الشباب اللي هي النفسية والاجتماعية والتلبية لابد أن أعرف في المدارس والجامعات ايه اللي محتاجوا الشاب والشاب يكون منهاج الدراسي جزء منه بناء على أقل نفسية الشاب والوسائل التلبية اللي حارب بها هي أبوة بناء الوازع الدين على أسس منهاجية مش أي كلام كده أي كلام كده لا ما ينفعش المجتمع عبدال أصبحت معقدة ومركبة ومتواصلة ومتقاطعة في نفس الوقت عمل برامج للدعم النفسي ونعتبر أن مثل هؤلاء هم أبنائنا وبناتنا طالما هم أحياء ففي فرصة أننا نتواصل معهم نتواصل مع المنظومة التطوع ونعتبر أن نتطوق على ثقافة مجتمعية وجزء أهم من المناهج الدرسية هذا كان عرضي سريع لأن أصبحت لأن هذا الموضوع أصبح صعب أصبح ونعننا نتواصل مع المنظومة ونعن نتواصل مع المنظومة والدرسية في المحاضرة التي كانت في قطر من حوالي شهر دراسة اتعملت منذ خمس سنوات وقال فيها أن المعلنون المجاهرون يقول أن المعلنون المجاهرون أن المعلنون المجاهرون يقول لا ولم يتبق عليهم قول الشاعر إلي يا أبو مادئة الجيريت لا أعلم من أين إلى آخرة أبصرت طريق القدامي في المشاهدة نست أدري نست أدري نصف المية دول الحيارة أما المؤمنين بالدين كان الدين ده مسيحة إسلامية أو مسيحية هم 85 89 يعني مع كل الظاهرة دي وكلما يبرز في الإعلام لكي يشوه الدين وأبعد الناس عن الدين لمازال في هذه الدراسة 35 89 في المن في كلامه هو المقرئ الإدريسي يقول ليس تقيمة في هذا الاخصاء بل في زمن الحرية الآن نحنا الوقت نحن في عصر معاكم التفتيش أبدا إحنا في عصر الحرية وخاصة الحرية لمن يخرج عن الدين ليس تقيمة في هذا الاخصاء بل في زمن هذه الاخصاء وثمن الحريات ولا أحد ممكن أن يخاف اليوم لا من الحاكم من محاكم التفتيش ولا محاكم الإسلام ولا غيره وأن الملحد لا يمكن أن يمسوه شيء ولا أحد يتحدث معه ولكن في ذنب الحريات هذا الإحصاء له مصدقية أكثر من 90 جميع مشكلة هنا بقى يفعله أنه الإعلام الذي يتربى عليه هذه الزمرة من صحرة فرعون وأنهم أمانوا بإله موسى عليه السلام فيما بعد أما صحرة فرعون اليومين دول ونحن مؤمنين بإيه والله وأعان من يوني أن نتواصل معي هذه الأشياء التي نتحدث عنها هذا الأمر نحن يجب أن نتعامل معه بكأنه أصبح جزء من المشاكل المجتمعية المهمة لا نغفل عنها جزاكم الله خيرا وننتقى بكم إن شاء الله في خلال عشر دقائق من الآن مع نفس المحاضر لأبوستاسي وارجوم تتحدث عن تمنس وارجوم تتحدث عن أبوستاسي أو أبوستاسي في إنجليش إن شاء الله سلام عليكم إن شاء الله